السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل الملاح. الفيديو اليوم اليوم الخامس من رجيم 13 يوم للانقاص من سبعة لعشرين كيلو في 13 يوم طبعا. اليوم نغمال مو في فاتور سباح كين حبت جزر مبشورة ومعها عصرة قارص. انا مديتش الجزر المبشور بالعصرة القارص. خليتها الوجبة العشاء. داكور? صباح شوية جي ثقيلة باش ناكلوا الخضرة. دونك اه خليتها الوجبة العشاء. نديرها مع سلطة الخاس. دونك هنا يا درت انتي سان سكر. اه اللي في عندكم القهوة والشاي والتيزان اه اي مشروب ما فيش سعرات خالي من السعرات. تقدروا تستعملوا. سيختو لتيزان. تفاصلوه مع القهوة بدون سكر. شاي بدون سكر. والماء طبعا. والتيزان. هادو هادو صوالح كاملين مسموحين في اي وقت حبيتو في نمبورتكال غيجي. دونك ومعها طبعا ديت اميلتي فيتامين. بالنسبة الوجبة الغداء. عبارة عن قلوك حبة سمك. اه ومعها عصرات قارس. تقليهم ولا تشويهم في ملعقة صغيرة تع زبدة. انا درت ملعقة صغيرة تع زيت الزيتون. شويتهم هاكا. درت لهم شوية من حبرك ما تكثروش. انا درت هادوك لحوت كونجلي هادوك لتخونش بويدين. يتباعو ثلاثة ولا خمسة حبات. اه في الباكي هاكا. دونك راكم شوفتوهم في الماغازين اللي بيعو اه سوالح تال كونجلي. الحوت الجلبانة هادو سوالح كونجلي. تلقاهم عندهم. السعر تاعو معقول وكذلك اه ملح. اوكي? مناسب للغيجيم. اهذا ما كان بالنسبة الوجبة الغداء. وجبة العشاء عبارة عن صلطة تخص ومعها ستاك تعبقرين. تفاصلوا نغمار ما ديروا واحد كبير ما انه كانوا عندي صغار دونك برتلع في هكا صغر. هادي الجزر نغمار ما ناكلها في فاتور صباح كما فاهمتكم. ما ما كليتهاش صباح دونك هادي هي وجبة العشاء. اه نتلاقاوا ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي هو اليوم السادس باذن الله. نخليكم تلو في روحكم لبنات. خلووا لي نتائج تاوحكم وتعليقاتكم التحت. اه ان شاء الله نقرها كامل ونحاول جاوب عليها كامل باذن الله. لبنات فرحانين جدا بالنتائج. راني باختاجي معكم النتائج. بتنسوا تسروني في الانستغرام اه سيزي بوان في دي زيت. راح اخليكم الرابط كذلك في صندوق الوصف. دونك اه الى اللقاء.